اذن مشاهدين وبين تحركات لإقالته ورغبته بالبقاء في المنصب يبدأ العد التنازلي لأيام بقاء الحلبوس على رأس السلطة التشريعية وذلك عقب ملاحظات التلكؤ والإخفاق في أداء المهام وكما يصرح النواب في البيت السني هناك تقصير واضح تجاه أبناء المكون الأمر الذي دفعهم إلى ترجيح كفة إقالته نطالع هذه التفاصيل مع الزميلة نوه الشمري يعود حديث سحب الثقة من رئيس السلطة التشريعية إلى الواجهة مجددا تحركات ومساع تشير إلى إقالته بعد إقرار الموازنة عقب التلكؤ في أداء المهام التي برزت مؤخرا على صحيفة واجباته ومحاصرته بحبال التفرد بالسلطة والفساد الأمر الذي استدعى ضرورة الإجماع السياسي على إقالته بعد عبر مرحلة إقرار الموازنة العامة سيد الحلبوسي يمر في أزمة سياسية داخل البيت السياسي السني التي دائما ما تؤثر عليه ربما قد لا يكون هو بالفترة القادمة رئيسي لمجلس النواب هناك تفاوضات سياسية أيضا هناك تحالفات سياسية جديدة سيد الحلبوسي هو خارج تلك التحالفات أعتقد اليوم المصلحة السياسية عندما يكون رأي عام بالمستوى السيادي سيتمضي قرارات ذلك الأمر إرباك تشهده الساحة السياسية على إثر محاولات من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتأخير إقرار الموازنة بغية استمرارية بقائه في المنصب أياما إضافية الأمر الذي يراه المراقبون لا يؤثر على مشروع الموازنة في حال تم الإجماع السياسي حول إقرارها وبالتالي لا بد من الإسراع لإنهاء حقبة الحلبوسي من رئاسة البرلمان وفق المؤشرات السياسية موضوعة الموازنة إن كان السيد الحلبوسي يمتنع عن تقديمه للتصويت فأعتقد أن الدور يأتي إلى السادة النائبين الأول والثاني واتفاق الكتل السياسية أجمع فلا أعتقد أن السيد الحلبوسي سيكون مؤثرا فيما إذا تدخل بشاء عرقلة موضوع الموازنة نقاشات مستفيدة بين الفرقاء السياسيين لسيما القوى السنية بتقديم ملاحظات على أداء رئيس مجلس البرلمان خطوات تسبق قرار سحب الثقة منه للوصول إلى إجماع القوى الموجودة داخل القبة التشرعية وإيجاد البديل ليكون الأكثأ في تمثيلهم ووضع الآليات التي يجب المضي بها لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي بما ينسجم مع المصطحة العامة نهى الشمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد رئيس مركز اتحاد الخبراء ستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة والترحب أيضا بالسياسية المستقلة سيد أوراس الحمد أهلا بكم سيد أوراس وأهلا بك سيد صباح أبدأ معك سيد صباح الموازنة حاليا هي الشغل الشاغل للبلد ولمجلس النواب وجميع المفاصل السياسية لكن ما بعد إقرار الموازنة سيد صباح تعتقد أنه سوف يفتح مجال لحديث أو قطوات جدية لإقالة رئيس البرلمان بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد أشار ولضيفك الكريم ولكل جمهوركم الأكارم أعتقد أن المقتضى العمل السياسي اليوم يحدد من إظهار المناكفات أو المشاكل التي تحصل في دهاليز العملية السياسية ولربما اقتضاء المصلح العام واقتضاء المصلح السياسية أيضا تشي إلى أن هناك تهدئ فقط لمرحلة إنهاء الموازنة نعم وأعتقد أن الموازنة أيضا دخل في جانب الإرباك نتيجة الضاغط السياسي باعتبار أنه الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى التي أو سيد الحلبوس على وجه التحديد الذي أصبح يشعر بأن هناك عملية إطاحة به بعد مرحلة تقرار الموازنة ربما سيدفع بالقاعدة السياسية في البرلمان أو الذين هم تحت إدارة أو هو نفسه في مجال إدارة يحاول أنه وضع العصى في عجل التقدم المسألة تقرار الموازنة بالتالي أصبح منغلق هذا المنغلق هو الذي سيدفع بتأخير عملية تقرار الموازنة في المستقبل فيما إذا استشعر السيد الحلبوسي بأنه سيكون مستهدفاً في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة وأعتقد بأنه يعني على العقلاء السياسيين أنه يفكرون بالمصلحة العامة باعتبار أن المواطن اليوم لديه ما لديه من المشاكل وشاهده ورأى بعينه مراحل مؤلمة في تاريخه واليوم هو غير قادر على أن يتحمل أخطاء سياسية كانوا هم السبب السياسيون وراء وجود هذه الأخطاء ألا يقحموا حاجة المواطن الموازنة في أتون هذه الأخطاء السياسية والمناكفات السياسية والمتاجرة بها رحب بك مرة أخرى سيده راس وهناك ولادات لتحالفات سنية جديدة الحلبوسي خارج قوس فيها لكن هل هذا ربما يسرع من سحب أوراق المتاحة ممال حلبوسي للبقاء في منصبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية إليك وقناتكم الكريمة وضيفك العزيز حقيقة هي التحالفات السنية التي تنبثق بالوقت الحالي والتي تنظر أن هناك تخطيط وأستراتيجية تعمل عليها لا أظن أنها عندها رؤية واضحة للملمة صف البيت السياسي السني والخروج بالتحالف موحد ومن بعدها أن يطرحون اسم مرشح لن نترك الحلبوسي ونقول من بديل الحلبوسي؟ اليوم هي جبهة سياسية موجودة داخل البرلماني قوتها الحلبوسي من اللي راح يجي قبار الحلبوسي؟ من البديل في حال حدثت زلزال أو أجدت موجة جديدة لطاح الحلبوسي بعد الموازنة أو إقرار الموازنة؟ الهدف هو من هذا الموضوع يعني هي معرف صناعة الأزمات هي هل هي برنامج يعملون عليها أو أكو أردر يجي خارجي لكن تهديد هذا المنصب هو استحقاق مكون بالتالي المكون إذا كان متفق على أبقاء رئيس البرلمان الحالي أو تهديده فالبحث عن البديل وطرح اسم البديل أفضل مما نقوم نترحم على الأيام هاي والفترة اللي دا تعمل بيها لكن سيدة ورأس طرحت العديد من الأسماء لبدال الحلبوسي لكن الجدية هل هناك جدية حقيقية في هذه الفترة؟ هاي حرق أسماء دا الصير يعني التحالف تعرف اللي الخصوم الحلبوسي هو اليوم أكو جبهات جبهة في صلاح الدين قدها تمثيل سياسي وده تعمل أنه تردخ الوضع مع التحالف ضد الحلبوسي ويريد يتولى هاي المهمة وجبها في نينوة وجبها في كركوك وجبها في وحتى لكن في بغداد لا يوجد طرح لأسم مرشح مثل ما نعرف أنه كان المنافس محمود المشداني ومحمود المشداني اليوم أكل الزمن عليه وشرب يعني أصبح يقاد من قبل رئيس تحالف لكن يعني محمد الحلبوسي إحنا اليوم خلي نتحدث من مكونات سياسية محمد الحلبوسي هو يعتبر رئيس منصب منصب السني استحقاق سني بالتالي من رح يجي جهة أكيد الجهة اللي رح تجي هي منطية تنازلات سواء كان للبيت السياسي الشيعي أو للبيت السياسي الكردي ورح تعمل على تمرير صفقة إذن ماكو برنامج رح يجي يعمل عليه منطج تنازلاته جاي من أجل أن يروض هذا المنصب حتى يقوي تحالف جديد وهذا التحالف الجديد لو رح يعمل على أسعاب وضع تحالف سياسي بعيدا عن مطلب الشعب وبعيدا عن احتياجات الشعب لو رح نرجع إحنا نقول عملوا ضالين على الخطلة والأحسن محمد الحلبوسي هو أخفق وهو وثق فيه ناس مو صحيح وهو اتعرض إلى مشاكل هو كان السبب بيها لأن التفرد بالقرار ما أظن هو رح يجدي نفعا اليوم أكو شراكة اليوم على البرلمان وعلى رؤساء البرلمان السابقين ورئيس البرلمان الحالي من ينطي دور إلى تشكيل حكومة جديدة يحترم قرارها بالتالي يعني الحكومة هي مهيئة لإنجاح وضع سياسي والإنجاح وضع بلد سواء كان على المستوى الإقليمي وعلى العلاقات الخارجية أو على المستوى الداخلي نحن اليوم تهي أعدنا لتطبيق برنامج حكومي نجح البلد بالتالي من رح يكون البرلمان مستفز لأداء الحكومة ويعقل الموازنة وها والله الموازنة في حال مررتها رح يكون قبل الموازنة عملية سياسية وبعد الموازنة عملية سياسية الموازنة اللي بعد العملية سياسية ممكن ما يكون جزء منها الحلبوسي أو ممكن الحلبوسي رح يدخل فيه ملفات وممكن رح يتهدد بالملفات فساد ورح يهدد بالحادث شاكل أرجع لك هذه النقطة لكن دعني أنتقل إلى سيد صباح سيد صباح سعى الحلبوسي في تشكيل الإطار التنسيقي السني هل كان فعلا إدراك لخطورة التحركات ضده؟ يعني لا شك أنه هكذا محاولات هي عملية تسمى في المفهوم السياسي بعملية رأب الصدع ولملمة الشتات خاصة أن هناك تحالفات حصلت تحالفات مناطقية يعني تحالف الأنبار تحالف نينوة أو التجمعات التي حصلت ونحن نعلم بأن هناك بين هذه المحافظات يعني في أيام صدام كان هناك نوع من التوجيس من حيث قضية المناصب وغيرها وكان هناك حتى حديث فيما بعض بين المحافظات خاصة الأنبار وصلاح الدين وهذا الشيء ربما أثر حتى بعد سقوط النظام على الواقع المجتمعي ليس هناك صراع مذهبي باعتبار أن أغلبهم هم ذات صبغة مذهبية واحدة وليت وجد هناك مشاكل فيما بينهم أن نقول مشاكل عشائرية لكن المشاكل المناطقية هي موجودة اليوم عندما كانت هناك انهيارات نتيجة داعش وتحرير الأنبار وتحرير صلاح الدين وتحرير الموصل حصل أيضا صراعات مناطقية فيما يتعلق بحجم الأموال المخصصة هنا وهناك بالتالي أصبح كل سياسي يتوجه إلى محافظته يعني اليوم عندما نتحدث عن الصراع الموجود مع العلم أنهم دخلوا في تحالف واحد المتمثل بالتقدم والسيادة مثل سيد خميس الخنجر وسيد الحلبوسي اليوم نجد أن هناك كل يفكر بمنطقتي يعني مثلا الخنجر يفكر بصلاح الدين وكذلك الحلبوسي يفكر في الأنبار فعلا سيد صباح وصلت هذه التقاطعات السنية السنية إلى حد المحافظات لكن هذه الانشقاقات أو محاولات الثائر السنية هل هي ممكن أن تكون إذا لم تكن هناك رغبة حقيقية أو جدية بإقالة رئيس البرلمان أو عدم وجود إمكانية لاستبدالها ممكن أن تكون استعداد مبكر للانتخابات المحلية يعني طبعا مثلما في يوم من الأيام السيد الحلبوسي وبعضهم يعني سيد الحلبوسي تحدث عن 20 ألف شخص مفقود اعتبره يعني في آم داعش اعتبروا بأنه وهذه تعتبر جزء من صرخة انتخابية مبكرة أو أن السيد الخنجر عندما قال سنصلي في جرف الصخر وهذا ما اعتبره جزء من يعني صيحات انتخابية مبكرة اليوم حتى هذه عملية استعراض العضلات فيما بين القوتين جزء من عملية التمكين وجزء من عملية فرض الهيمنة الانتخابية أو فرض الصوت الانتخابي أو جرجرة الأصوات الانتخابية إلى أنه هذا يمثل القوة السنية أو ذاك يمثل القوة السنية في الواقع هم لا يمثلون القوة السنية هم يمثلون قوة مناطقية يعني الذي يقال في الشكل العام أنه هناك قسام مناطقي لهذا من الصعب اليوم تريد أن تقنع المجتمع الأنباري بأنه يختار مثلا أن يكون رئيس مجلس النواب مثلا من صلاح الدين أو غير ممكن أن يكون قضية المذهب لا منتهين منه وهذا جزء الاستحقاق المجلس النواب رئيس مجلس النواب جزء من الاستحقاق السني في مقتضى العمل السياسي والمفرد السياسي ليس بالعنوان الطائفية والعقادي وأيضا أنه هذه الأهل الأنبار سيفكرون بأنه لا بديل إلا من أن يكون بديل من أهل الأنبار إذن هنا نقطة الافتراق فيما بين القوى السياسية سيد أوراس يعني الحكومة الحالية تشكلت وفق معطيات توافقية بعنوان كبير هو اتلاف إدارة الدولة لكن إقالة رئيس البرلمان ممكن أن تحرك أو تزلزل أرضية هذا التحالف وتهزة أم أن التماسك السياسي مضمون لعبور هذه المرحلة القوة الأكبر في إدارة تحالف الدولة هي لدى الإطار التنسيق والإطار التنسيقي يعني عدك متحدثين بإسمها طلعوا وقالوا أن هذا القرار يرجع قرار إقالة رئيس البرلمان يرجع للقوى السنية بالتالي القوى السنية هي يعني ما عندها قرار يعني هي تبعية في القرار يعني احنا مثل ما كانت السنة قبل انسحاب التيار الصدري كان عدنا سنة الإطار وسنة التيار يعني ما عدنا مركزية وما عدهم فد نظرية أنه يتحدثون بمشروع لمكون للأسف أنا دا أتحدث بهاي اللغة لكن هي هذا الواقع والمؤامرات اللي دا تصير والسيناريوهات اللي دا ترسام هي باتفاق يعني اليوم انت من تجي تقول الخلافات اللي أصبحت غير مرئية إلى الآن ما بين رئيس أحالف السيادة اللي هو الشيخ خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو هذا يعني افتراق باتفاق يعني احنا نفترق الآن أنا بالتالي عندي المحافظ عليهم أنت راح تروح تجمع الأطراف اللي هم على خصومه ويايه ورح نلتقي في مطاف تشكيل انتخابي أو مطاف تشكيل حكومة حتى على مستوى الحكومات المحلية المحافظات لكن كل هاي مؤامرات وكل هاي اتفاقات مو صحيحة اليوم الحكومة شكلت باتفاق سياسي وتحملت مسؤولية انجاح البرنامج الحكومي لشخص رئيس الحكومة ورئيس الحكومة أنطى إجاز مفصل أنه أنا ما راح أكون جزء من الاتفاقات السياسية اللي هي تعمل على هدم كيان الدولة وعلى تسييس مؤسسات الدولة زين احنا هسا رجعين مؤسسات الدولة معطلة مشاريع البلد معطلة الموظفين جزء منهم مهدد براتفا وجزء آخر لا كفاءات واقفة في مداخل الخضراء من الظاهرة ومعتصمة ويتلقوهم بالمي الحار لكن الكثير من هذه الملفات يمكن حلت بالأون الأخيرة عدى حاليا يمكن إشكاليات فقط في البرلمان وقضية الموازنة وقضايا الحلبوسي لكن نكتفي بهذا القدر ونتمنى أن الصورة قد وضحت بشأن هذا الملف وشكر جزيل لكم السياسي المستقل السيد عراس الحمد كنت ضيفا كريما وشكر جزيل لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء ستراتيجينا للسيد صباح زنقانا كنت ضيفا كريما وشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا آخر